لا يعني هو الجو حتى ما تغذياش باكتائب تعلي بقى نكتائب تاني مجدى خير الله كان عندها وجهة نظر تاني ما يهم قالت ده بتكلمنا عن البنزين والناس تتحمل ورايحة مجانا طب ليه طب ازاي تكلمنا عن ان الناس تتحمل خلناها سمعها الأول شايفة ان التصرفات دي كمان استفازت الناس لان الناس متحملة بالزبط كان وبتتحمل على اعتبار ان ينجح يعني الاصلاح الاقتصادي والمشروع فيجي يلاقوا كمان حد كده كان لسه الاستاذة فيفيا عبدو طالع في برنامج تقول ايه يعني تابلازين غيلي هو يعني بتقوله الغلابة الزعلانية وهي الغلابة عندهم عربيات عشان بتاع يعني فيه احساس بعدم يعني مفيش احساس خالص ببنشعر الناس الناس على اخرها مش جاهز كلامك عن الاصلي الناس متحملة فعلا خطوات اقتصاد بس انت خدتها بشكل تهكومي شوي طب ممكن تديني فرصة تتكلم ودافع عن نفسي فهي بتقولي يعني برضو انا مظلومة يا استاذ وتطلع لا انا مظلومة برضو يا استاذ وايل انا مظلومة بموضوع البنزيم هقولك ليه انا لما اتكلمت في موضوع البنزيم اتكلمت ومن سانة فاتت مش جديد انا بتكلم من سانة فاتت ودي غلطتي ان انا الحاجة اللي ما فهمش فيها ما اتكلمش فيها زي ما انا قلتلك يعني مثلا انا من وجهة نظري اتعلمت الصلاة من وراء امي في دل تقوله امي عمالة بصلي واجي ولا الضلين ولا ولا الضلين مش عارفة هو عاوز يقول ايه الضلين ولا الضلين اتعلمتها من وراء امي كده لكن معنى كده ان ربنا مش هيخفرلي هيخفرلي طالما عاربت الصح من الغلط حكاية البنزيم يا استاذ وايل انا اتكلمت فيه لما كان ثمنه 95 وبقى 100 وحاجة ده كان من سنة وعملته في تويتر ولما جات تسألني فيه دلوقتي رديت على هذا المنطلق على الحالة اللي كانت تمام مش على الجديد انا معرفش ان موضوع البنزيم ولا ليه فيه لا وهي يعني الناس مش مشكلة متجابة لكن القضية في انه الناس خدوه انه يعني تهكم على انا لا يمكن اتهكم على شعبي ولا يمكن اتهكم على الناس اللي انا منهم وانا منهم وانا بحبهم وانا فقيرة يا استاذ وايل وانا قلت له بالكلام ده قلت له ما انا مطلعتش في بقى على الاداب والألماظ انا واحدة مبتدية من السفر وعملتي نفسي بنفسي ومش عيب ان انا اكون انسانة اعملتي نفسي بنفسي انا طالع اقول بابا ولا ماما ولا طانت ولا انكل ولا ابي ولا عمالة عوجة بقش مالوي مين ولا بكلم بالانجليزي لا يا استاذ وايل انا من الناس دي بس انا لما عملت اتكلمت عن البنزين كم بجنيك بتسعة وتسعين وبقى باثنين جنيه وانا ما عنديش فكرة وده يخليني اني تاني مرة الحاجة اللي ما فهمش فيها ما تكلمش فيها يعني انت تعلمتي من ده دلوقتي هتتسألني في اي سؤال اقولك انا اسفق والله ما درش اجاوبك يا استاذ وايل انا ما فهمش فيه بعد كده دي علمتني ده علمني لان لما عرفت ان البنزين يوميها بسبعة جنيه طبعا انا ما عرفش ده بتكلمني عن حاجة من سنة عاملال تويتر ايه اللي جاب وساعتها في السؤال يعني بتكلمني وانا لازم ارد عليها بس مش قصد ارد على كده مش ممكن ازعى الجمهور اللي بيحبني ومش ممكن اتكلم في حاجة وانا ما عرفهاش انا ما عرفش حكاية البنزين يا جماعة وحياط ربنا لا بقى فهم في السياسة غير مين رئيسي ولا بفهم طول عمري على فكرة ولا بفهم في الجين غير ان انا مسلمة محدة بالله بقولك كنت بقرى ورا امي ولا الضالين ولا ولا الضالين فانا ما كنتش عارفها فين وفين لما سألت يا جماعة هو قصد الراجل الضالين لانو بعمل كده فسألت فيها ومش حرام حتى ربنا هيكتب لي وبعدين الحسن عند ربنا مش عندي العبد يا استاذ واقل اللي بدي الحسنات ده ربنا مش العبد طبعا طبعا اللي بيحاسب البشر ويعلم ما في نواياهم بالزبط كده طيب عايز سألك بس عشان يعني احنا ايه يعني عشان يبقى الموضوع ده لانه الحياة الموضوع طبعا اخذ حجما كبيرا قوي يا ما انت خير الله بتفكر ترقص ولا حاجة انت عايزة ترقص يا حبيبتي ولا في ايه مالك مش طبيعية يعني ما انت كنت عندنا سمن على عسل طولوقتي في البيت يعني ايه الكلام اللي انت بتوليه ده مش فهم يلا بعد كده بقى النقابة لها علاقة معاكي مناش دعوة بقى اه بس انتو المسألة ما كيتش مجد خير الله بس كان فيه تعليقات مختلفة طيب ماشي فيه نقاط بنعتزل للناس كلها وانا شخصيا هشوف الجهة اللي عملت لي او انت اسكتارت الطيارة اهيه قطر ألف خيركم ومرة طوبة من النوبة ما ليش جاعب اي حاجة طيب اه خلينا بقى ناخد اه يعني اغلاقا للنقطة دي اه طبعا انت بتقولي ان لقيت اله كنت مستقى جدا من حجم التعليقات هل في حد يكلمك يعني اتكلمته مع بعض يعني كنت فيه عدد كبير من الفنانات هنا اتكلمته مع بعض وقلته وليه الحملة علينا كده وايه السبب نقشته بعض وانتو موجودين ناشي اللي الدنيا اتقلبت يعني 180 درجة على حاجة ما اللي ناشي جاعوا بيا خالص خالص احنا لا نستورنا مع حد ولا شبنا حد ولا نعرف حد هنزنزبقية الناس واقل ناس احنا رحين لحبا لمصر سواء فنان سواء دبلوماسي سواء ايا كان معنا كلنا فئة واحدة هل بقى البعض يعني دايقتي كمان البعض يعني كنت رايحة في مؤتمر انت لدعم السياحة عندنا البتاع ده فقاله عندنا بتاع اللوجو بتاع المؤتمر كان فيه مؤتمر لدعم السياحة او لدعم اه السياحة لمصر فاتكتب هجيبلك بس العبارة يعني البعض بدأ واخد ذكرة انه لا فيه في عبده حاجة تانية بعد كاس العالم لا بلاش علشان ما نخسرش كنت انت عاملة حاجة دعم السياحة مش كده لا ما عامتش حاجة انا اتمنى ترهت لنا اللوجو ده كده انا اتمنى يرجعوا يدعموا السياحة ويعملوا الليالي للتلفزيون ويعملوا الليالي الحلوة اللي كانوا بيعملوها طول عمره فكرة بقى ان التعليقات تلاقيها ممتدة بهذا الشكل اللي هو يعني جايز لو راحت في في عبده مناسبة تانية يطلع لك مكفاية اللي حصل في كاس العالم يعني الشجرة المصمرة اللي يبدو رميها بالطوب انا بعتبر اي حاجة بتتقالع عن في 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 عبده فهو مكسب لفي في عبده خلص انتوا عايزين تكسبوني كسبوني يفضلوا تكلموا اولا اللي هيستمع لفي في عبده فهو يغدل سيئة وانا هغدل حسنة وطلع الحالات انا الكسبانة انا الكسبانة انا الكسبانة اه انت لبست الفستان الفرعوني ده هناك لا لبسته بمهرجان كان ده كان بلوصف اه اه بس لبسهولك في كاس العالم بقى لا لا يعني الناس الناس طلعوا ده على اساس ان انت وانت هناك يعني طلعوا الصور دي اه طب وحتى لو لبست ده هناك ايه المشكلة طب انا لما رحت بمهرجان كان ما انا راح على لبسة كيلو بطرة مش كنت بمهرجان كان ومهرجان كان ده مش مناسبة عظيمة جدا من اللي انا تعزمتها فيها ما انا تعزمت فيها في في عبده الراقصة وانا تعزمت تحية قبل مني رحت بملاقي لاب وانا رحت لبسة كيلو بطرة طب ايه المشكلة يا جماعة فيه ايه فيه ايه انا طلع مع حضرتك عشان اقول انا يا جماعة ما شفتش العيبة خالص يا جماعة انا رحت زي زي بقيت الناس يا جماعة احنا ظلمنا اكتر من الظلم نفسه بالكلام اللي اتقال علينا كفنانين وده عيب كبير جدا ان اتقال علينا هذا الكلام اللي اتقال والمفروض ان الناس ناخد حقنا لان ما عملناش حاجة احنا مظلومين مظلومين نظرتك هنكمل تاني هنكمل معاكو تاني هنطلع فاصل وهنكمل مع فيفي عبدو ليه دايما كمان الجدل يثار مع فيفي عبدو مع اي اه اه تصرق فيه حاجات كتير اه حصل فيها جدل اول ما يبقى فيها اسم فيفي عبدو ايه السبب ايه المشكلة اه ولماذا يتم التعامل ايضا مع الفنانين اه بهذا الشكل خلص خلصنا الجزء بتاع كاس العالم لكن هنكمل في بعض القضايا الاخرى انتبه الصور المنم